في مثل هذه الأيام المباركة من كل عام تسعى وفود المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها إلى الأراضي المقدسة لتأدية فريضة الحج قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتوك رجالا وعلى كل فج عميق هذه الفريضة تؤدى من خلال أداء الشعائر المتتالية التي تسمى مناسك لذلك دعونا نتذكر رحلة الحج أولا الإحرام وهو نية الدخول في النسك ويشرع أن يكون من أحد المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم إن مر عليها وإلا فمن محاذاتها أو من حيث نوى الحج إن كان منزله بعد المواقيت حيث يغتسل الحج ويتطيب إن أحب بطيب خفيف لا يعلق بالإحرام ثم ينوي الدخول في النسك وبعدها يلبس الرجل لبس الإحرام وهو عبارة عن رداء أبيض خال من الإحاطة بالجسد أو عضو منه ثم يشرع له أن يحرم بعد الصلاة ملبيا الحج أو العمرة أو كليهما معا بعدها يقوم الحج بالتلبية إلى أن يصل إلى الحرم ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة المشرفة سابعة أشواط يبدأ كل شوط من الحجر الأسود ويختتم به ثم يصلي خلف مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين إن تيسر وإلا ففي أي موضع من الحرم الشريف ثالثا يقوم الحاج بالسعي بين الصفة والمروة سابعة أشواط يبدأ من الصفة ويختتم بالمروة رابعا يتوجه الحجاج في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى ميناء مع استحباب المبيت فيها ليلة عرفة يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا للرباعية خامسا في اليوم التاسع يقوم الحجاج بالصعود إلى عرفة وينزلون بنمر حتى الزوال ثم يخطب بهم الإمام ويصلون الظهر والعصر جمع تقديم قصرا بأذان واحد وإقامتين ثم يقفون بعرفة إلى بعد غروب الشمس سادسا التوجه من عرفة بعد الغروب إلى مزدلفة والمبيت فيها حتى الفجر إن أمكن وإلا فيكفي بقدر صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا يلي ذلك الذهاب إلى ميناء وتأدية الرمي الأول الجمرة الكبرى ويبدأ من بعد منتصف الليل ثم يقوم الحاج بالحلق أو التقصير وهنا يتحلل الحاج التحلل الأصغر ويحل له كل شيء إلا النساء تاسعا يطوف الحجاج طواف الإفاضة وبعدها السعي بين الصفا والمروة إن لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم في حق المفرد والقارن من ثم يذهب الحجاج للمبيت في ميناء أيام التشريق الثلاثة الحادي والثاني والثالث عشر ورمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وأما من أراد التعجيل فيبقى في ميناء إلى ثاني أيام التشريق قبل غروب الشمس بعدها يقومون بطواف الوداع عند إرادة السفر ليكونوا بذلك قد أتموا مناسك الحج بإذن الله حيث يتجلى في هذه الرحلة الإيمان الكامل وتتجلى الوحدة الإسلامية والمساواة الإنسانية في أسمى صورها وأروع مظاهرها فإن الناس سواسية لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح والطاعات